موسيقى هناك حديث كثير حول السلالة الجديدة لكورونا فيروس كما يعلم الجميع لأن الفيروس آيرين كنا تحدثنا حول هذا الموضوع معروفها بلميطاسيون أو الطفرات ديالها لأن هناك فقط ينسل فيبر ديال آيرين حتى الآن هناك ثلاثة ديال طفرات كبيرة اللي كانت وربما آخرها اللي كانت ظهرت في جنوب إفريقيا وتم الإيجاد ديالها في جنوب في إنجلطيرا لأن الطفرة الأولى كانت الآل وكانت وكانت الطفرة أس فيما يتعلق بالفرق بين الأس وبين الفيروس الأول هناك شيئين فيما يتعلق بالشكل دياله ليس هناك تغير كبير ولكن هناك تغير في البروتين سبايك أو الشوكة التي ترتبط بها بالخلايا هي اللي تم تغير الشكل ديالها كذلك هذه الخاصية ديالها أن الذين يصابون بها يتعرضون لإسهال الحاد يعني اللامباك من البومو انتشارها بسرعة ولكن درجة الإماتة فيها منخفضة هذه الطفرة تجعل التساؤل يطرح حول اللقاحات خاصة أن هناك الكثير من الدول اللي بدأت تعطيها اللقاحات أو الناس اللي تصابوا بكورونا الأولى والذين يصابون بهذه اللاحتة الآن ليست هناك دراسات علمية تقول على أنهم في مأمن أن التغيير فيروس ممكن لرسيبتور الخلايا ما ستتعرف على هذا الفيروس الجديد و ستجعلنا إنفكسيون جديدة كذلك أن الشركات المصنعة على الفاكسن على الأقل موديرنا و فيزر قالوا أن حتى لك أن هذا الفاكسن غير فعال هناك إمكانية خلال أربعة أو خمسة أسابيع لإنتاج لقاح قادر على أن يتغلب على هذه السلالة الجديدة إذن نحن ننتظر لأن حتى الآن الانتشار ديالها ليس كبير جدا الآن موجودة في إنجلاطيا جنوب إفريقيا دنمارك هولندا بلجيكا و سجلوجوش ديال حالات فرنسا فقط حتى الآن هناك محاولة لإحتواء هذا الفيروس أو هذا الشكل الجديد ديالكوفيد إذا تم إحتواء ديالها ما غيرت يكونوا محتاجين للفاكسن ولكن إذا انتشرت بقوة يجب البحث على فاكسن جديد أظن على أن كيب قال الشيء الآمن والفعال هو البافيت والتباعد الاجتماعي يجب استمرار استعمال الكمامة وكذلك التباعد الاجتماعي لأنهما الوقاية الأولى أو القوية ضد هذا الفيروس إذا لاحظ الكثيرون أن هذه السنة حتى الظاهرة ديال الرواح أو الزوكام أو الأنفلوانزة الموسمية ما كانش منتشرة بشكل كبير جدا في المغرب وهذا ناتج على استعمال ديال الكمامة إذا الكمامة بان بين الزفة بوزيتيف ديالها هي أن نحتر رواح ما نتشرش بشكل كبير في المغرب معناه أنا في هذا الوقت هكتكون لدينا أزمة كبيرة ديال الأنفلوانزة شكرا ما تنسوش تقابونا وفلاشيني يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام